السلام عليكم من الهاتف الطيبين شلونكم شخباركم شاء الله يارب الكل بصحة وسلامة رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد واليوم فيديو ماكي يا عيني يا عيني شوفوا من البداية شلون حلاوة النشا بمواد وطريقة مضبوطة مليون بالمئة ويا عمني مو حلاوة شنها حلقهم غير تخبل والطريقة السلسة وسهلة وموادها متوفرة بكل بيت يلا روح ضغطونا اللايك وشاركوا الفيديو حتى الكل يسفد واليوم مريد لكل بلد العراقي يسوون هاي الحلاوة والجدة اذا عجبتكم قناة تشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل مقادرة حبايبي كل سهلة وبسيطة كوب شكر او سكر 4 كواب مي طبعا مقادرها ان شاء الله حكوموا بصندق الوصف 4 كواب مي المي لازم شوي يكون حار كوب شكر ملعقة طعام هيل وعدنا ملعقة طعام زبد اي نوع زبد حبايب قلبي واذا حبيت تحطو لها عصفر او زعفران براحتكم واني حطيت لها عصفر ها هي هاي مقادرة اكو بيت ما عنده نشا او 4 ملعقة طعام نشا العفو اكو بيت ما اكون نشا اكو بيت ما بي شكر الكل عنده والطريقة السهلة بسيطة جغل ما توقعون المهم حطينا السهل الطوامالتنا ومقلاتة وتقدرون نسوها حتى بجدر خليناها شوية صر حارة ودريت كوب الشكر هنا بديت احركها شوية بخفية طبعا هي اول ما خليتها بدا يذوب بتشوفون بدا يذوب بس انا هنا بديت احركها بخفية با هسا جغلت حطينا حباي بس كوب الشكر بالبداية خلي بس كوب الشكر ومحاضرين على الصفحة اربع كواب مي لكل كوب مي ملعقة طعام نشا المهم بهذا الشكل هسا قمت شوية شوية قلبها حتى كلها يذوب يذوب وهنا حباي بيميت شوفوا يقوم يذوب شوية النار نصوها حتى لا يصير لونها طوخ احنا نريد لونها بهذا الشكل هذا اللون الحلو اللي يخبل مريد يصير لونها جوزي لذا الحرارة عالية تعرفون الشكر بسرعة يعني يتكرمل وبسرعة يتغير لونه فاني من بدي هنا يصير بهذا الشكل نصيت عندي الطباخ كلش وبعض حتى قمت ارفعه من الطباخ حتى لا يتغير عندي اللون انا ريد هذا اللون الحلو الذهبي اللي يخبل بس هنا بعد ما احس انو الشكر كل ذاب اذابة كاملة راح نجيب الميمالتنا نديره كوب كوب ندير ونقلب اكيد راح سرعتكم باعوا هاي يعني سرعتكم هاي الثخينة عادي كلش طبيعي لان هو الشكر او سكر درنا عليه مي فاكيد راح يتكتل فاحنا وهذا شوفو الكوب ما المي الثاني حاطه بي ملعقة طعام اصفر عالمود اللون شوي صر اصفر ولو هي لونها محلو بس انا حبيت شوي حطلها اصفر وهذا كوب الثالف هذا كوب الرابع حطناه كل نسوية هسه راح اضل اخلط بيها لحاد ما عندي التكتلات مال الشكر هسه يدوب تماما شوفو يعندي رباكم انا العفو درت تلف كوابة مي الكوب الرابع حاطه بيه اربع ملاعق نشا وهاي ملعقة طعام الهيل فهمتوني حبايب اصفر طبعا حاطيت بالبداية تلف كوابة مي الكوب الرابع حاطه بيه اربع ملعق نشا لان نشا لازم اذوبها فهنا عسفر بعد ما يذوب اذابة كاملة واحس يعني الشكر ما بيه اي تكتلات النشا اخر في دير باكم تحطوني النشا بالبداية وهو بعد بتكتل مال الشكر اللي تحسون بيه اذاب اذابة كاملة يلا فاسترموم انا سادة اخلط بالنشا طبعا حتى يذوبهم ارديزيين بالمي ونديرها على كيفنا والمي طبعا هم مال النشا شوي بيحرورة لان اذا مي بارد مال النشا راح يتكتل عدكم فلازم مي النشا هم حار يعني النشا انا الاربع ملعق مال النشا قدرت هم مي حار عليها وذوبته لان انا هنا عندي شكر مي حار شوفوا هس ببداية انا ذوبته وراح اديرها بهذا الشكل شوي شوي على كيف ونخلط حتى اللايت قدتل عدكم وهنان طبعا لازم الناس تخلطوه سريع سريع حتى كل يتجانس وينشا طبعا هسان عندي الطبق تقريبا الحرارة ماتا ع الوسط راح تقولون معاليش قد تاخذ وقت من عندنا تقريبا عشد دقائق حبايبي عشد دقائق وصير عديش جاهزة الموم راح اقولكم شون تكون جاهزة عديش هسها حاليا باوة شوفوا بعدها خفيفة لازم نظل نخوط بيها الحاد ما توصل للقوام اللي احنا نريده يعني كل السهلة وبسيطة وموادها متوفرة بكل بيت وطعامها رهيب وهس اخر شي خلينا ملعقة الطعام الزبد حبايبي فيما قلت لكم مقاديرها راح تلقوها بصندوق الوصف طبعا انا دق كل سنة اسويها وما شاء الله كل شو هو يجربوها وديزود الصور على الانستة والكل اللي حبها يعني طعامها كل ش طيب راحة الهيل والعصفر العصفر والله مو مشكلة بس راحة الهيل العصفر حبايبي اختيار يعني دقائكم عادة تحطوهم بس راحة الهيل وطعامها بلا هاي الحلاوة رهيب رهيب فقوا اعتقدوا حتى اطيب نحقهم فشوفوا بساني خلت عنار وسط واضل اقلب بي حتى اوصل القوام اللي اريده بهذا الشكل شون تعرفون قوامها انه صار باعوا منديروها هيش بتتقطع باعوا تندارة مرة وحدة لتشوفون ما تتقطع عدنا يعني هسا حسيتها اني صارت جاهزة شون صارت قوامها يعني رهيبة رهيبة الريح عبت البيت ما عحشي لكم الطعم انا بصراحة ما ضاقتها بس يقولون كلش طيبة هنا حضرنا كاسات او تريدون بالمعين براحتكم شون ما تريدون تقدموها تقدموها بس شوفوا القوام مالتها وشوفوا اللون شوفوا يا عيني شوفوا قدنكم طبعا اخذكم ميال شوية الفيديو بطي حتى شوفوا براحتكم حتى شوفوا قوامها شون صار ويعني الطعم انشاء الله انتم تجربو ورح تقولولي الطعم شلون بس ها حبايب شلون الله عليكم شوفوا غير تخبل مع اللاو شو ما تقولين شلون غير تخبل شو ما قاد تقولين ها الفقارة فاليوم طبعا ما نزلت لكم فطور قلت هننزل لكم هالطبق الحلو حتى الكل يسوي فإن شاء الله هننزل لكم الفطور بس احنا وإن شاء الله همين فيديو السفر نزلكم لأنه هواي هواي كتبوا لي مع اللاو ريد وعرفتي ورحتي ويا ريت شرحين على سفر ماتش فإن شاء الله همين الفيديو رح نزلكم وطبعا همين كل عام وكل أم بألف ألف خير ربي يحفظكم ويستر عليكم صحة وعافية إن شاء الله يحفظ لكم أولادكم أبو بيتكم والله هم يرحم جميع الأمات من الأمهات ويشافي المرضى منهم اللهم آمين رب العالمين طبعا نسيت المفضايا التهنية بداية الفيديو أهل نقلكم بكل عام وكل أم بألف ألف خير حبايب قلبي وشوفوا يعني يعني يلا يلا أمهات اليوم أريد مناسبة عيد الأم الكل يسوي هذا الطبق الحلو شوفوا شوفوا تشوفون أبد ما تتقطع يعني شنو هاي معناتها أنه هي ناجحة مية بالمية والطعم ما أحجي جربوا جربوا ودزولي الصور على الأنستاماتي الأنستاماتي نفس اسم قناتي وأهم شي حبايبي أي شي جرب من وصفاتي وتعجبها لا تنسون الرحمة الوالدية وأخوية أهم شي حبايبها الرحمة الوالدية وأخوية تسوي الدنيا وما بيها وهس طبعا الوجه أكيد راح زينت طبعا ما تعني حط جوز ويا الحلاوة بصراحة عندي جوز بس عجزت لازمة كسرة لأن بكشورة فتعجزت تكسر الجوز وحطويا فالمهم زيننا الوجه بالفسق الحلبي أو بالفسق الفلع أو تدون جوز هند أو جوز أو حتى بدون تزيين ما يحتاج لأنها طعمها طيب بس هاي الشي اختياري مني فهس كمنا وراح حطيتها محبات يعني كاملة ما الفستق وها هي كمل طبقنا حضرنا وراح نخلي بالبراد ننتظر أكيد ورا الفطور لازم طبق حلو بعض الفطور فحضرته هيئته وخليته بالبراد ورا الفطور يعني أكيد لازم يحلون حلقهم فبصراحة كل شي أجبهم وقلت لكم فقوا اعتقدوا يعني حتى أطيب نحلقهم فهذا الشكل شوفوا شوفوا اللون ماتة وطبعا هاي هنا أنا هسة بعد ما برد هم حبيت أراوكم قوام مالتة شوفوا يا عمي حلقهم مو حلاوة يا عمي حلقهم يا حلقهم فقوا اعتقدوا حتى أطيب من الحلقهم شوفوا شوفوا تشوفون قوامها والطعم والريحة جربوا انتوا وحكموا فحبايبي هذا اليوم فيديو مالتنا اتمنى نالعجابكم اتمنى ما نستطيعون لا باللايك والتعليقاتكم الحلوة واتمنى مشاركون الفيديو حتى الكل يستفاد والكل اليوم يطبق هاي الوصفة وحبايبي الهنا وراح اقولكم مع السلامة للجميع اشتركوا في القناة